تتكاتف كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في توجيه كافة أوجه الرعاية والخدمات للأشخاص ذوي الهمم وأوضحت الحكومة أن صندوق عطاء هو صندوق استثماري الخيري يعمل على خدمة الأشخاص ذوي الهمم خطوة جديدة من العطاء شعر مرحلة جديدة يتخذها صندوق عطاء الاستثمار الخيري لخدمة الأشخاص ذوي الهمم الذي يهدف لتمكين ذوي الهمم اقتصاديا وتعليميا نطلق العقود رقم 25 نحن موجودين 20 مشروع على الأرض لحد النهاردة شغالين في أكثر من 23 محافظة نشتغل على حاجات متعددة أولها تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز على المجتمع الشركات التي نوقعها النهاردة هي تخص أغلبيتها التمكين الاقتصادي 450 فرصة عمل خلال الفترة القادمة هيكون فيهم تدريب وتدريب المعايشة وهيكون فيهم منح وقرود حسنة فإحنا منشجع الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة لأنه حقهم استطاع الصندوق خلال ثلاث سنوات تمويل أكثر من 20 مشروعا متنوعا بالإضافة لخدمات تأهيل لأكثر من 10 ألاف طفل في القرى فضلا عن دور الرعاية للكفيفات والمسنات وخدمات الصم وضعاف السمع أنا من أشخاص ذوي الإعاقة وشايفة أنه الدمج التعليمي مهم ويبدأوا بيشتغلوا معاهم من وقت الحضانة لغاية الجامعات عشان يبقوا موجودين معانا بشكل طبيعي يعني مثلا الفكرة في الدمج أنه أنت ما بتشوفهم في الشارع أو بيشتغلوا معاك أو أي حاجة خلاص بيبقوا مطبيعيين معاك عشان من كتر ما إحنا اندمجنا مع الناس خلاص الموضوع بقى طبيعي ما بقاش فيه استغرام من بعد القانون الأشخاص ذوي العاقة سنة 2018 السورة غيرت تماما الاهتمام بنا بقى مختلف تماما بينا نبص للأصحاب الأشخاص ذوي العاقة نظرة إنسانية قيمة إنسانية فعلا مش مجرد بقت حقوق مش رعاية فالموضوع اختلف تماما والاهتمام بقى متنوع متشعب وبدأ ياخد حقوق كيمكن مش عايز أقول إن مجتمع السماعيل بالمقرنة بالصمب ويحسدونها يتنوع دعم الصندوق من إعاقات حركية سماعية بصرية ذهنية وصعوبات للتعلم مما يؤكد على محور أساسي وهو تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الهمم كريم بيبرز التلفزيون المصري